اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اول حاجة غادي نبدأ بها هو ان اي واحد يعني بغي يعرف مجال CPA لدخل فقط لجوجل وكتب CPA Networks غيشوف عدد من شركات CPA اللي تختموا معها الناس وانا شركة CPA بطبيعة الحال من اشهرها شركة ماكس باونتي اللي هي الرقم واحد في العالم من ناحية CPA Networks او شركة CPA كذلك شركة يعني من اعرق الشركات في مجال CPA وكذلك بالنسبة للمبجدئين هناك شركة Adwork Media اللي هي يعني من يعني احسن الشركات بالنسبة للمبجدئين في مجال CPA لكن باش نحاولوا نوضحوا يعني المجال ديال CPA نحاولوا نوضحوا الامر يعني بواحد طريقة اللي بسيطة للناس اول حاجة عندنا CPA ما معنى CPA حرف C يعني cost P يعني per A action ف CPA هي cost per action يعني الدفع مقابل فعل وواحد المسألة النبهلية يعني في البداية ديال الشرح ديالنا ان عالم CPA هو آلم لمحدود من الفرص يعني تقدر تلقى كل نهار شركة جديدة وعروس جديدة تدهر في الطوامين ديال CPA فالفرص كل نهار تتولد في مجال CPA كذلك مجال CPA من المميزات دياله انه الاسهل المبتدئ لان في المجال تحاول cost per action CPA ما كيناش عملية بيع او عملية شراء وهذا الشي اللي غادي نوضحوا دبا يعني في الامتلال اللي غنتكلم عليها ففي مجال CPA انا اعطيكم فقط واحد ثلاثة توجهات كين في مجال CPA اولا كين توجه ديال pay par lead PayPal فالتوجه ديال paypal او pay per lead هو فش تتلقى شركة تتعطيك عروض ديال التسجيل شنية العروض واحد الصفحة فيها واحد العرض وتطلب منك شركة انك تجيب متسجيلين تجيب leads هاد المتسجيلين مثلا على كل متسجيل فيهم تتعطيك واحد دولار فهذا تتسمى ال pay per lead التوجه الثاني اللي غنتكلم عليه هو ال pay per install PPA هو يعني متوجهات صراحة رائعة في مجال CPA فهناك عدد من الشركات اللي من ضيمنهم ماكس باونتي وهناك شركة ديال CPA موبايل وما الى ذلك عندها هاد الكشي فيتا ديال pay per install وهو ما تيطلبوا منك شنو تيكون مثلا واحد البرنامج سواء برنامج ديسكتوب أو أي برنامج يعني حتى تطبيقات الموبايل تتكون عنده واحد صفحة والشركة تطلب منك ال action اللي تطلب منك يعني ال cost per action حيط عرفنا ان مجال CPA هو ال cost per action الفعل اللي تطلب منك هو انك تجيب downloads يعني تحميلات لهذا البرنامج او تجيب desinstall يعني install لهذا البرنامج يعني مجموعة من الناس ينستاليو فهذا هو ال pay per install وبطبيعة هل تتعطيك مثلا على كل install كميتال واحد دولار يعني مثلا جبتي ميات شخص باش ينستاليو البرنامج عندك مثلا ميات دولار نمره لنموذج ثالث في الطومين ديال CPA في الطومين ديال CPA النموذج ثالث اللي عندنا هو ال PPS PPS عفوا مشي ال PPS هناك تشبت PSS عفوا ففي النموذج الثاني عندنا ال PPS ألا وهو ال PPS فتتلاحظ انه مجموعة من المواقع عنده واحد صفحات يطرحوا عليك مثلا السؤال الأول وتعطاهم الإجابة والسؤال الثاني والثالث والرابع فهد المواقع هما المواقع ديال paid survey شنوش يطلبوا منك؟ يطلب منك مثلا لك كان عرض ديال السورفي أنك تجيب لهذا العرض متسجلين يتسجلوا في هذا العرض ويجاوبوا على هذه الأسئلة ويكملوا هاد السيطلاعات الرائبة متلا انت تحصل على كل متسجل متلا خمسة دولار كل واحد يدير السورفي وبطبع حال العروض تتنوى يعني في CPI مل واحد تل مئة دولار يعني هاد شي نقدرون نهضروه غير في pay per lead كين عروض لي تتوصل مئة دولار للمتسجل ولش نقول أن CPI هو المجال السهل بالنسبة للمبتدئ؟ حيط ما كينش فيه sell ما كينش فيه بيع انت ما تتبيع والو تجيب إما lead أو install أو شخص باش يدير واحد survey فهدا يعني هاد توجهات هي تدخول للمبتدئ أنه تكون عندو واحد لاكتيفي تافية علاش حيط ما تتعتمتش على السيل السيل في مجال e-marketing أو تسويق الالكتروني تيكون خصو واحد المهارات يعني أكتر من cost per action ففي المجال التسويق الالكتروني أكتر جوج توجهات مقاربين لدينا CPI cost per action وCPS cost per action فالcost per action تتكون يلبوا بالأولى ديال المبتدئ باش يدوز لCPS لأنه من خلالها تيكتسب المهارات اللازمة باش يقدر يكون مؤهل CPS وكي الناس يعني اللي اختارت حياتها كاملة في حياتها الاحترافية كاملة تخصص في CPI وتبقى في CPI وبطبع تحركوا يعني في الانترنت تشوفوا كي الناس يعني تتحقق أرقام قياسية في مجال CPI فلي نبغي نقوله يعني أهم مهارة لمسوق CPI يعني أهم مهارة خص مصوق CPI تكون عندو شنه هي؟ هي المهارة ديال targeted traffic فهذا المهارة اللي توفرات عفوا قلت هنا فtargeted traffic هاد المهارة هاد المهارة يعني اه targeted traffic generation لتوفرات عند المسوق فتيكون مؤهل بقوة لتسوق أي نوع من من أنواع عروض CPI وبطبع الحال يعني اللي لجينا نقوله بالعربية هي توليد الزوار المستهدافين فأي واحد تعتك شي أوفر أي شركة تعتك شي صفحة ديالشي أوفر ديال CPI إلا والهدف الرئيسي منه هما علاش كي يتعاملوا معك باش تجيب لهم انت targeted traffic لدك الأوفر وباش تحقق يعني هما يحققوا الأرباح ديالهم من خلال الحوصول على الليدس أو الهدف اللي عندهم وانت بطبع الحال غادي تحقق الأرباح ديالك من targeted traffic اللي كتجيبه لدلعرض CPI نتمنى يعني الرؤية تكون واضحة ونكون بسط الأمور ونقدر نكون وصلت لك المفهوم ديال CPI أي سؤال عندك تخلي ليها في الكمونتر كذلك لما تتجل في قائمة بارية ديال أكاديميا دخل على الرابط الأول الموجود في description ديال الفيديو تسجل في القائمة البارية للأكاديميا باش ميفوتك تشي تنصيف طول الإيميل ليست ديال الأكاديمي كذلك لما تشتيش البت المباشر لأخير بإمكانك تدخل على الرابط التاني الموجود في ديسكريبشن ديالة الفيديو تشوف البت المباشر لأنه جوبت فعله بزافت لأسئلة لأخوة والأخوات على اختلاف يعني مستوياتهم فلتنشكرك على حسن المتابعة ديالك نشوفك في فيديو تيطوريال وحد آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة